فالتسبيح هو التنزيه فإذا قلت سبحان الله أي تنزيها لله عز وجل والله تعالى ينزه عن أمور ثلاثة أولا عن صفات النقص مطلقا فلا يوصف بصفات النقص بل ينزه عنها من الظلم والعجز والسنة والنوم فننزه سبحانه وتعالى عن هذه الصفات ولكن ننزه عنها مع اعتقاد كمال ضدها فإذا نفيت عن الله عز وجل الظلم نقول ينزه الله عز وجل عن الظلم لكمال عدله ينزه عن العجز لكمال قدرته ينزه عن السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته فلا ننزهه تنزيها مجردا ولكن ننزهه مع إثبات كمال الضد إذن الأمر الأول مما ينزه الله تعالى عنه أنه ينزه عن صفات النقص ثانيا مما ينزه الله تعالى عنه عن النقص في صفات كماله فنثبت له صفات الكمال من غير نقص فعلمه كامل لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان حياته كاملة قدرته كاملة سمعه كامل إلى غير ذلك من الصفات ثالثا مما ينزه الله تعالى عنه عن مماثلة المخلوقين عن مماثلة المخلوقين لماذا؟ لأن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا أنت إذا شبهت الشيء الكامل بالناقص تنقصت هذا الكابل كما قال الشاعر ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصى إذا لا يجوز أن يمثل الله تعالى بخلقه أو أن يشبه بخلقه لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير